وخلال جولته بمدينة شرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تنفيذ محطات شحن الأوتوبيسات بالكهرباء واستمع إلى شرح عن إمكانات المحطة المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع وتتسال شحن 140 أوتوبيس تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى تقديم الخدمات المكملة مثل أعمال الصيانة والغسيل وغيرها كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن محطة شحن أوتوبيسات الغاز المقامة بمنطقة تأنبق والمقامة على مساحة 3000 متر مربع والمخصصة لشحن أوتوبيسات الغاز المستقدمة في مؤتمر المناخ والتي تتسع لشحن 120 أوتوبيس غاز بالإضافة إلى الخدمات المكملة حيث كان لرئيس الوزراء عقب هذه الجولة استعراض للخطة الجارية تنفيذها لإنشاء 50 نقطة بعدة أماكن مختلفة لشحن الصيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء وتم بالفعل تركيب عشرة شواحن وجاري تركيب الباقي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر